مساء الفل نهاردة هنتكلم عن المشهد المحزوف من مسلسل جعفر العمدة المسلسل الترند اللي مكسر الدنيا يعني شاء من شاء وقابة من قابة يعني اكتر مسلسل يا جماعة متشاف مش المسلسل الوحيد اللي متشافه لكن من اكتر المسلسلات اللي متشافه في رمضان ممكن ناس تهاجمني او تنتقدني تقول لي هو انت ريما بتتكلمش عن المسلسلات التانية الفيديوهات دي يا جماعة فيديوهات صغيرة كده وفهمين حاجات صغنانة كده لكن بردمج الاسوق في رمضان انا بتكلم على معظم المسلسلات وحلقة جديدة هتكون تقريبا بازن الله بكرة او بعده اه دي هنتكلم على كل المسلسلات ولكن هتكلم النهاردة على المشهد المحزوف ايه سبب حسفه وهل كان مهم ولا لا المشهد كان ان دودي بيرجع ياخد حقه الشخصية اللي هو تقريبا خطيب او كان صاحب زينة قبل كده شخصية انا مش شايف لها محلم الاعراب اصلا هو كان ممكن يكون بس يعني شخصية محدودة والممثل انا دايما بتلغبط في مسلسل جعفر العمضة بصراحة هو هل ممثلين كويسين ولا هم اصلا روخة ما معرفش يعني اول واحد كان كارم وكارم طالع حد محترم جدا مش عشان اتكلمنا ولكن بعدها ما اكتشفت ان هو دكتور اصلا اه لكن الباقي يعني ام كارم مثلا يا حاجة ده انت رخمة اوي ده محتش طريق ففي ناس كتير من النوعية دي اه انا بشوف ان ودودي ده مثلا حاسس ان هو مش عارف يعني مفيش قبول او قدام الكاميرا او هو يمكن عمل دول رخم وهو كويس ما عارفش ولكن المشهد هو مشهد بيرجع ياخد حقه بعد اما اتضرب بالقافة في شركته من جعفر عمضة في بيرجع ياخد حقه اقول له انا جاي اعلم عليك يا جعفر عمضة في حتتك لف سيدة يعني فكله مستني المهم الشوت اللي بعده بيطلع ان هو متعلق بيكون جعفر عمضة معلقه كده زي الدبيحة طبعا مشهد اه اللي اتقال انه الرقابة حزفت المشهد ده لانه كان حاجة حد قوي عن الطبيعي كمان يعني انت ممكن تعمل خناقة تعمل ضرب بتعمل مش عارف ايه سحل لكن تعلق دي حاجة نوعا ما غير ادمية يعني ما كانش هيديف حاجة للمسلسل انا من وجهة نظري يعني ما كانش هيديف اضافة ولا هيعمل مشهد ترند بالعكس اللي كان هيتهاجم اكتر واخدوا بالكم من حاجة مسلسل جعفر العمضة من المسلسلات اللي بتتهاجم وهتتهاجم غير مسلسل برينس مسلسل برينس على فكرة من اقل المسلسلات لمحمد سامي اللي اتهاجمت ليه لانه كان مسلسل شبه متكامل في كل اركانه يعني لكو ان تتخيلوا انه ام وحيد حامد السيناريست الكبير اللي ارحمه بالنسبة لي الناس المفضلين كل كلمة بالنسبة له بيكتبها ليها وزن يا اه طلع وشكر في المسلسل وكلم محمد سامي ومش عارف ايه كان هو كان عاجب مسلسل برينس باستثناء نهايته ده اللي اسمعته النهاية مسلسل برينس مفيش حاجة اسمع ان انت اه تاخد حقك بايدك والكلام ده كله يعني ليه نقلبها في الاخر حاجة زي كده ولكن اه ما كانش متهاجم او على فكرة لكن جافر قنبا متهاجم لانه فيه حاجات بيتهاجم عليه فيه حاجات غير منطقية فيه حاجات حيث اتنوم الجوزة اربعة والدنيا زبادي خلاطه اه اللي عايز انتقده اللي عايز يهاجم فيه محتوى تهاجم عليه حقك واللي عايز يحبه فيه حاجات برضو حلوة تحبها فيه حقك برضو بس عشان نكون سرحة المسلسل مكسر الدنيا فالمشهد ده ما كانش هو يديف حاجة خالص على فكرة ويمكن انه يتشال اريح لانه كان هيفتح آآ فاتوحة على القائمين على العمل ملهاش اي داعي كده كده انت الدنيا عندك حلو بس ده اللي كان عندي نهاردة في فيديوهين تانيين على محمد رمضان وعلى جعفر العمدة هم جاهزين وانا بحضر لهم في فيديو مهم قوي وفي فيديو من آآ برنامج دراما كاست ودراما كاست لسه فيه تقريبا اربعة خمس حلقات من الله مفاكلة دي تقريبا اربعة او خمس حلقات فيه برضو حلقة عن افلام العيد تبعى حلو قوي وفي حلقات تانية على المسلسلات اللي نزلوا ومسلسل مونة زاكي ومسلسل ديونية سامير غانم ومنا شلبي وغاد عبد الرقيقي شوات صدمات كده هتعجبكم بس ده اللي عندي النهاردة اشوفكم فيديو جديد سلام